السلام عليكم شباب موضوع اليوم هو الانزلاق والانقلاب الانزلاق والانقلاب يعتبر من حالات الشروع بالحركة يعني الكيس 2 والبروسيجر خطوات الحل تختلف عن المتعودين عليه بالمحاضرة السابقة حتى نعرف السؤال الانزلاق والانقلاب لازم أكتلك الشروط تتوفر بالسؤال الشرط الأول أن يكون الشكل طولاني يعني الجسم الناطينية طويل الشرط الثاني ينطيني أبعاد الشكل يعني الارتفاع والعرض شرط الثالث القوة المسلطة على الشكل لازم تكون بالمركز الهندسي أو فوقها شوية مثلا عندي هذا الشكل الشرط الأول شكل طولاني يعني الارتفاع أكبر من العرض ينطيني أبعاد الشكل يعني العرض والارتفاع والشرط الثالث هذا مستطيل السنتر ما تكون بالمنتصف عندي هذا السنتر الشكل القوة البي لتكون مسلطة أما تكون على السنتر أو شوية اللي فاض يعني بهذا النص السؤال مع الانزلاق والانقلاب يعني أشيك هل الجسم نتيجة تأثير هالقوة راح ينزلق يعني يتحرك أم راح ينقلب أشبه الأشياء بهذا الشكل مثلا الثلاجة إذا يجي شخص ويتفحها ممكن تزحلق يعني تتحرك مسافة معينة حسب القوة الواحد واني يريد يتفحها أو إذا كانت القوة كبيرة دفعها قوية وكلما تصبح أعلى ستنقلب إذا انقلبت نسميها انقلاب إذا زحلقت نسميها انزلاق عندنا هذا الجسم على هذه الأرض ما يسميها نقطة الانقلاب هذا الجسم على الأرض يستنت على طرفين طرف الأيسر وهي الدائرة وطرف الأيمن هذه الدائرة إذا سلطت قوة P من اليسار ما سيحدث بالجسم سيحاول ينقلب وينقلب بهذه الطريقة هذه النقطة ارتفعت عن الأرض وهذه النقطة بقى الثابتة هذه النقطة البقى الثابتة هي هذه اللي نسميها نقطة الانقلاب أما إذا سلطت P من الاتجاه الأيمن وكانت هذه القوة قوية درجة سبب انقلاب الشكل سيحدث بهذه الطريقة النقطة المستندة على الأرض اليمين ارتفعت عن الأرض والنقطة اليسار بقى الثابتة عليهم هذه البقى الثابتة سيسميها نقطة الانقلاب و سنشرح ما فائدتها خلال الشرح إن شاء الله عندي هذا السؤال يقول لي Find Max P القوة P لتحقيق لي الاتزان أول شيء لاحظة بالسؤال هي كلمة Max نحن قلنا أكو حتى أعرف السؤال ماتي من يا حالة Static أو الشروع بالحركة من خلال عبارات كلمة Max هي أحد العبارات الغير واضحة يعني معناها العلمي معناها شروع بالحركة إذن أنا الكيس ماتي هي Case 2 الشروع بالحركة ورما عرفت الكيس ماتي في Case 2 أرى السؤال هو الحال ماتي العادي له انزلاق وانقلاب نتذكر الشروط الثلاثة أول شيء شكل طولاني ثاني شيء نعطيني أبعاد الشكل والقوة P أعلى من المركز يعني هذا السنتر هي بالأعلى إذن السؤال ماتي هو عبارة عن انزلاق وانقلاب سنتعامل به السؤال بالسلوب التالي أولا سنفرض انزلاق سوف نفرض الجسم ينزلق وأرسم ل Free Body Diagram هذا الشكل ماتي عندي القوة P لليمين عندي هذا السنتر سأخلي عليه الوزن الوزن طبعا يطيب السؤال قال لي 300 باوند القوة P لليمين الاحتكاق ستكون لليسار وقلنا نعوض F Max قانون F Max هي الميو في الان الميو هي 0.3 فرعا يصبح عندي 0.32 يبقى عندي القوة N سأخليها بالمنتصف نطبق معادلات الاتزان عادي سميشن F Y يساوي 0 كل شيء للأعلى موجب عندي الان للأعلى ناقص الوزن 300 للأسفل يساوي 0 الان راح يساوي 300 سميشن F X يساوي 0 كل شيء لليمين موجب قوة P لليمين قوة الاحتكاق لليسار هي 0.3 في الان الان جبناها 300 يساوي 0 بيش راح تساوي هذا الحد حاولها بعد اللي يساوي واضرب الناتج يطلع عندي بـ 90 طبعا الوحدات يكونها بالبوند هذا يعني بوند قوة هم راح تكون بالبوند يعني الوزن عندي بالبوند خطوة الثانية راح أفرض الجسم ينقلب Assume Tip يعني شنو انقلاب نرسم ال Free Body Diagram أخلي القوة قوة P لليمين قوة الاحتكاق القوة لليمين عكسها لليسار Center هنا الوزن تبقى عندي القوة N قوة N مثل ما تشننا احنا متعاوديين ندخليها بال Center بس من أفرض انقلاب راح أخلي القوة N بنقطة الانقلاب مثل ما شرحنا نقطة الانقلاب قبل شوية يعني هذا الشكل يستند على الأرض على هاي النقطة وهاي النقطة القوة P تسحب منها فمن تسحب منها هاي النقطة راح ترتفع عن الأرض هاي تبقى ثابتة النقطة تبقى ثابتة بالأرض راح أسميها نقطة انقلاب اي الدارة الحمراء هي نقطة الانقلاب راح أسميها C وأخلي عليها القوة N حتى نحسب القوة P بالنسبة للانقلاب لازم ناخذ عزم العزم راح يكون بنقطة الانقلاب الـ C دائما دائما ولهذا أحد الشروط كان نحتاج الأبعاد حتى القوة تحتاج الذراع العزم قوة في الذراع فالذراع لازم يتكون موجودة حتى نحقق الانقلاب الثامن العزم راح ناخذها بنقطة C المسافات عندي العرض اثنين يعني من السنتر للحافة منها واحد ومن السنتر للحافة منها هم أيضا واحد الارتفاع كلها خمسة طبعا لازم يطينها المسافة هم من القوة للحافة فالصير 5 ناقص 1 تصير 4 من القوة بنقطة الانقلاب أو ممكن هو يطينها بشكل مباشر من القوة للأرض راح يطينها 4 نطبق معادلة العزم سميشن مومنت نقطة C يساوي صفر كل شيء يدور مع العقرب موجب قوة الاحتكاك مرة بالنقطة C قوة N مرة بالنقطة C راح يصفرا يبقى عندي بس قوة الوزن والقوة P القوة P الدور مع العقرب إذن موجب فالصير P في قوة فقية إذا نأخذ المسافة العمودية اللي هي أربعة قوة الثانية عندي اللي هي الوزن الدور عكس العقرب فالصير سالب 300 قوة عمودية إذن أخذ لها المسافة الفقية اللي هي واحد ما عندي بعض قوة يساوي صفر حول لل300 في واحد بعد اللي يساوي تصير موجب وقسمها على أربعة يعني هالأربعة حولها جوال ناتج فالصير 300 على أربعة P تساوي زيان هنا صار عندي P 90 باوند وصار عندي P 75 باوند هو يريد الماكس P يعني أقصى قوة P فيها هيا رح نختار رح نختار الأقل اللي هي 75 يعني هو يريد الماكس اللي يريد المانيمم P أختار الأكبر اللي هي 90 P ماكس تساوي 75 باوند ملاحظة عندي ثلاث حالة الحالة الأولى إذا قال لي أريد الماكسيمم P يريد أقصى قوة رح نختار نختار P الأقل أو احتمال يريد الماكس P نختار P الأكبر إذا لم يحدد أو ما قال أريد الماكس P نختار الأقل دائما لماذا نختار الأقل لأن الأقل ستحدث قبل الأكبر طبعا لدي ملاحظة لخ كل شي مهمة عدنا هذا المثال السابق هنا هو محدد للأبعاد ويريد P يعني P مجهولة إذا حدد للأبعاد رح شيك الانزلاق وشيك الانقلاب أما إذا لم يعطي الأبعاد يعني هذه الأبعاد مطاني إياها رح ندقيق بس الانزلاق يعني معادلات الانزلاق ما نحتاج أبعاد هي بس summation F Y و FX بس الأبعاد نحتاجها بالانقلاب وهذه ملاحظة جدا مهمة إذا مطاني أبعاد ندقيق بس انزلاق طاني أبعاد إذا كانت مجهولة إذا كانت P مجهولة رح ندقيق انزلاق وانقلاب مثل المثال السابق وقلنا طبعا إذا الطاني أبعاد انشيك انزلاق وانقلاب ما الطاني أبعاد انشيك بس انزلاق هذا P مجهولة وتعلمنا شو نتعامل وياه زين إذا P معلومة اندقيق انقلاب فقط يعني الانزلاق ما يعني أبعاد الشكل طولاني والقوة أعلى من السنتر بالسنتر أو أعلى إذن هذا انزلاق وإنقلاب من الحالة الثانية بروسيجور الحال سيكون من الشكل التالي نرسم الـ Free Body Diagram للشكل قوة P لليسار إذن قوة الاحتكاك لليمين مقداره Fmax وميو S في الـ N طبعا ميو S يعني ميو Static ميو ثانية للميو K ميو Kinetic مع الحركة عندي الوزن هنا تبقى عندي القوة N القوة N م journées بحالة الانقلاب نجلها نجلها بنقطة الانقلاب 이 قوة تعني العناة الإسعار فقالنا انتجل نجساء نقاطين بأرض من أدفع primarily هذه النقطة ترتفع من الأرض تبقى ثابتها بالغاء هذه النقطة تبقى ثابتها بالغاء هي هي التي سنسمرها نقطة الانقلاب لنجل N عليه هنا لن تجل confusing نكن سنضع breath لنجلها بين النقطة الانقلاب وبين السنتر هنا أنا تقريباً بالوسط يعني هاي السنتر إذا مت الخط الوهمي للأسفل رح يكون هنا نقطة الانقلاب هاي الان رح أخليه هنا من خليت ان هنا رح أصير عندي مشكلة المسافة من نقطة ان إلى السنتر ما عارف هاش قد من جنة أخلي الان على نقطة الانقلاب كان عندي مسافة الفوق عشرة نصها خمسة فمن السنتر للحافة خمسة فمعلوم من ان للسنتر خمسة هنا خليتها على بعد مسافة من نقطة الانقلاب رح تكون قيمة المسافة ما الان هي مجهولة وراح نرمزلها بالرمز اكس إذن من تكون بي معلومة رح نحل بالشكل التالي وراح تكون المشكلة الأكبر بهذا السؤال هي المسافة اكس وشلون نجيب المسافة اكس يعني الشغل مالتنا كلها رح يكون شون رح نجيب المسافة اكس حتى نقارن بيها بعدين مثل ما رح نشرح بالسؤال هاي النقطة البالمنتصف رح سسميها السين نقدر نسميها اي رمز نشتغل السمع ثلاثة اتزام سميشن اف وي يساوي صفر كل شيء للأعلى موجب عندي الان للأعلى الخمسمية للأسفل صار عندي موجب ان ناقص خمسمية يساوي صفر الان تساوي خمسمية طبعا نحن قلنا الانقلاب ما نقدر نعرفه إلا بأخذ عزم نقطة الانقلاب هنا نعم نفسي شيئا هم رح ناخذ عزم ولهذا جبنا ان حتى من ناخذ عزم تكون عندنا ان معلومة بس هنا ما رح ناخذ العزم نقطة الانقلاب اللي هي هنا رح ناخذ بالمنتصف هنا بالسي حتى سقطنا اكبر قدر من القوة يعني الاف مارة بيها والوزن مار بيها فيبقى عندي بس البي والان فراح اقول له سميشن مومنت بنقطة سي يساوي صفر كل شيء دور مع العقرب موجب عندي الان الدور حول نقطة سي مع العقرب اذا موجب ان في قوة عمودية مسافة الافقية اللي هي اكس وعندي المية الدور حول نقطة سي عكس العقرب صير سالب مية قوة وفقية اذا رح تاخذ مسافة عمودية اللي هي عشرين يساوي صفر الان خمسمية جبناها فراح اقول له يعني خمسمية في اكس نصفي المعادلة نحول مية في عشرين بعد اليساوي فصير عندي خمسمية اكس يساوي موجب الفين اكس تساوي الفين الخمسمية حولها جوال الفين يطلع عندي اكس يساوي اربعة من جبنا اكس تبقى عندنا بس المقارنة راح اقارن اكس ويا المسافة اللي فوقيها الفوق العرف فرضا هو سماليها ال ال تساوي عشرة فراح اقارن اكس مع ال على ثنين يعني ال على ثنين يعني عشرة على ثنين يعني خمسة فراح اقارن ال اكس ويا الخمسة راح يصير عندي ثلاثة احتمالات اذا اكس اكبر من خمسة اكس اصغر من خمسة اكس تساوي خمسة اذا الاكس اكبر من خمسة راح اقول الجسم ينقلب اذا الاكس اصغر من خمسة معناها الجسم متزم ما راح ينقلب اذا الاكس تساوي خمسة معناها شروع بالحركة شنو تطلع عنا الحالة نكتب المعنى مالتها اذا اكبر عندي انقلاب اصغر ما عندي انقلاب اصغر من L على 2 اللي هي خمسة اذا لا يوجد انقلاب وينتي السؤال ولينا انتهى فيديو اليوم هذه كانت كل حالات الانزلاق والانقلاب وعرفنا شون نميز السؤال اي سؤال او استفسار اكتبوا لي بالكومنت وان شاء الله نشوفكم الفيديو الجاي اشتركوا في القناة